مكثفة ومتواصلة اجتماعات الأطراف السياسية للوصول إلى تفاهمات بشأن انتخاب رئيس للبرلمان بعد الإخفاق في انتخاب رئيس في الجلسة الماضية وتباعد مواقف القوى السياسية لسيما الخلاف الواضح بين أطراف الإطار التنسيقي هناك عجز سياسي في عملية عدم حسم آلية الاختيار وتدخل في عمل حيئة الرئاسة والسلطة التشريعية من قبل بعض القوى السياسية هذا مما يضعف الشخصية المعنوية لمجلس النواب العراقي نعم هناك تشضي في القرارات السياسية بحسم اختيار رئيس السلطة التشريعية يرى مراقبون أن الكرة انتقلت إلى ملعب المحكمة الاتحادية بعد ذهاب عدد من النواب بعدد من الشكاوي على الجلسة السابقة تطورات تجعل من حسم اختيار رئيس البرلمان أمرا غير مضمون وبانتظار قرار بات من الاتحادية لحسم المنصب ستكون المحكمة الاتحادية حقيقة هي من ترسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة سواء كان للقوى السياسية أو حتى لشخصية المرشح لرئاسة مجلس النواب في المرحلة المقبلة ومن المفترض أن تتفق البيوتات السياسية بداخلها على مرشح معين لكن يبدو أن الانقسام الحاد بلغ مستويات أكبر مما كانت قبل جلسة الأسبوع الماضي الأمر الذي أزم الأمور وترك الباب مفتوحا إلى نهايات مغلقة من بغداد علي عبد الكريم قناة الفلوجة